اختيار منزل مناسب هو أمر في غاية الأهمية ولا بد من أخذ كل الوقت الذي نريده قبل اتخاذ قرار شراء أو تأجير منزل ما هي الأمور التي يجب علينا مراعاتها؟ بأخذ عين الاعتبار لتشعر بالراحة والسكينة والإطمناء داخل المنزل أسئلة كثيرة سنترحها على ضيفنا من داخل الستوديو أسامة ناصر المهندس المعماري وتصميم داخل ليسة صباحك وهلا سهلا يعني بداية نحكي فيه مشكلة عم بتواجه الأزواج الشاب عند شراء المنزل لأنه بيشتروا المنزل في تكلفة عالة بدون ما يتطلعوا للتصميم لهم بدهم ياه حقيقة هي هاي المشكلة وعين فيها هاي الفترة كتير مش شوائي الناس عمالها بتروح بتتوجه لشراء المنازل بس بتفكر في الموقع إنه والله الموقع اللي شرينا فيه منيح شكل العمارة حلو أو الجير منيح هذا كله حكي رائع ممتاز لكن لما منيجي نسكن جوه الدار بتبلش المشكلة من هون يعني هون المشكلة ما بتبدأ إنه الناس عادة تيجي للقطاع الهندسة أو لإلنا بتيجينا لما بتكون شارية الدار فبتيجي بتقولنا مثلا بدنا غرفة نوم نفسنا بغرفة نوم هيك نفسنا في حمام هيك نفسنا في مطبخ هيك نفسنا في طولة طولة صفرة هيك هلا إحنا لما مننزل ناخد إياساتنا ومنأخد مخططات طبعا المنزل هاد نفاجأ إنه طبعا ولا إشي تقريبا من اللي هم نفسهم فيه بتحقق يعني وجوزه خلينا نحكي قليل منه بتحقق ومنصف إحنا كمان مشعور بالزنب يعني إنه يعني 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 بش عادرين نحقق لهم رغباتهم وهذا إشي بداية ومزعش جدا إنه كمهندسيين وفي نفس الوقت يعني نحن نشعور حالا إنه نحن مشاركين في إنه كسرنا هالطموح اللي عندهم فمن هون بتبلش المشكلة والمشكلة الأكبر إنه دائماً منقول لهم يعني إنه انه بتشتروا عمالكم بيوت مكلفة يعني بسوء قبل ما تشتريها البيت تشوف حدا ينصحك خبير في الموضوع يعني ما بزبط إنه والله إمي قالتلي أول منطقة حلوة أو ما بزبط إنه أبوي هيك بده أو ما بزبط إنه الكبار في العائلة كرروا في الآخر الكبار عجبهم موقعك بس أنتو كجيل جديد وصاعد وتكنولوجيا وتقدم يعني المفروض إنه يكون عنده مين الوعي على الأقل إنه يسأل صاحب النصيحة تمام الموقع حلو كتير منيح يعني وكتير منيح إنه العمارة مرتبة وإنه جير هذا كتير رائع الحكم الأمثل إنه مسمعها إسعان الجارة بالضار لكن في الآخر لما بدأ سكم في الضار أنا تبعت إذا مش مبصوط إيها إذا مش مبصوط إيها الجار المشح يحل لك إشينا فمن هاي الزاوية نحكي إنه لازم نكون في طريقة تفكير مختلفة طبعاً تعليقاً على الموضوع أستاذ أسامة يعني أعطينا خطوات أو يعني أشياء لازم نخضب عين الإعتوار لما بننقرر نشتري بيت طبعاً نحكي عن خطوات خليلنا نحكي خطوات بسيطة أول شيء الجيل الجديد الجيل الشاب يعني ما من قدر نستغل عن الكبار في العائل إنه نرد عليهم نرد عليهم لكن بنا النقطة الأساسية هاي إنه نشوف هل الطموح تبعنا يتحقق من خلال هاي الشوقة أو المنزل أول خطوة لازم يروحوا لهم هندسة اختصاص يعني ما بزبط إنه يعني أول قلاص ما هم عندهم خبرة أهلينا كل الإحترام أهليهم عندهم خبرة في الحياة بس ما عندهم خبرة في القطاع الهندسي ما عندهم خبرة في كمان في شو هم هذول الشباب رغباتهم وطموحهم ما عندهم خبرة فيه والجيل متجدد يعني طموح الأزواج اللي عادة بتجيينها مختلفة عن بعض تمام فيه ناس رغبتها بغرفة النوم مميز ومعينة فيه ناس رغبتها أكتر في القعدة فيه ناس رغبتها أكتر في المطبخ فأول خطوة إذا عجبهم الموقع وعجبتهم هاي السكني أنهم يتوجهوا لها بس هون لازم كمان نؤخد بعين الاعتبار اللي هي البجت لكل زوجة يعني فيه ممكن شارين البيت بس بدهم مش التكلفة تكون كتير عالي كمان هم لازم يؤخدوا بعين الاعتبار إنه كيف هذا رح يكلف البيت وكمان التصميم جو البيت رح يكون مكلف ممكن أكتر من السعر البيت نفسه مهوديالة هاي بحلها بالأساس المنطق الأولاني يعني لما يجوا هم مش شارين السكنيات يعني مش رح ينصدموا في الحقائق يعني لما منيجي منقول إذا انت تموحك مثلا في حمام من هذا النوع يعني فخم خلينا نحكي بكونوا هم شو اللي بصير عادة بجيبونا بعض الصور أو بعض التفاصيل لحمامات أو غرف نوم أو مطابق أو أعدات وبنواجه مشكلتين هلأ مشكلة التكلفة تكون موضوحة خلينا نحكي رقم تنين موضوع الأول قبل التكلفة إنه أصلا ما بزبط يعني قبل ما نحكي بتكلفة إنه في عندي يعني ما بزبط زي ما بنحكي بالمثل نحط فيل بأنينة يعني فبكونوا جايبين مطبخ كتير كبير أو مطبخ بده مساحة كتير كبيرة ما بزبط تعملهم يا بطريقة تكون مصغرة يعني فبدل خمس خزانات أربعة خزانات أطرق هذا اللي بصير بس هلأ ما بحقق الرغبة بالآخر يعني يعني إحنا من الطرب بمصطلحات ما نسخطوا يعني فبالتالي ما بطلع يعني إنت لما بتشوفيه هو هيك بظل عالق في ذهنك هيك فهذا الشكل أنا بدي إياه نفس هاي الصورة آه بالضبط هلأ لما منيجي إحنا منتغير ومنبدل راح فقد الروح فقد الروح اللي هي يعني اللي موجودة فيه هذا التصميم إحنا مش بنوصد فيه ونستنسخه لا أنا بحكي إنه على نمطه وعلى شكله هلأ لما منشتغل على هذا النمط سواء على غرفة نمام أو زي ما حكينا حمام ومطبخ ما بطلع على نمطه يعني ما منقدر نتحكي حالنا يعني ما بطلع على نمطه وطلع اشي تاني يعني كثيرا ميات ميات المشكلة مثلا في المطبخ كثيرا هلأ ناس بتحب هم جزيرة عالق في المطبخ هالأي شيء جميل بصراحة يعني جزيرة عالق شديد موسيقى بصراحة 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 بليس بالقط كثيرا كفيرا لانما تيجي السورة بيكون هذا المطبخ يعني كنته�� عن vedere ب decisiv iPhone 13 كهباح وانا بيجييني مطبخ 3 في 3 كيف بترین إنه ماذا يصبط هبت هذا الصوف يعني ما يصبط يعني ما بربرب trade ماذا'tر إذا كان في هاي الجزيرة بدي كون معها طاولة بدي نقدر نقعد حوالي هاي الطاولة طب ما فيش مجالة تحرك يعني فهي إما بدي ألغي فكرة الجزيرة وهاي اللي كانوا حبينه راح أو إني بدأ أضطر ألغي واجها كاملة من المطبخ يعني وبالتالي كمان راح اللي هم يحبينه فكل هذا برجع لنقطة أساسية إنه الناس عمالها فعلا خاصة في رمالله أنا بحكي بتدفع كثير بصراحة يعني رمالله ويكودس كثير مكلف الشكاك جدا يعني وبعد هايك بعد كل هاي التعاب والجهود البذل وإنه يقدروا يفروا هذا المبلغ يعني مشتراه الشوكا غير عن اللي بدخلوا بكروض وأقصات وإلاخرية وما يحكي كتبوحهم كارت بصراحة تمام طبعنا نحكي شوية عن الاشياء الممكن نأخذها بعين الاعتبار بخصوص هذا الموضوع يعني أنا بدأ أجل أشتري شقة إيش الاشياء الممكن نأخذها بعين الاعتبار صحيح أبايد بعد النقطة اللي حكناها إنه تستشير شخص لما يعجبتك قبل ما نستشير شخص خلينا نحكي نقطة مهمة قبلها إنه نقول للناس نقطة أسية مثلا لما بينحكي لنا مساحة الضار هاي 150 متر شو المقصود فيها المية وخمسين متر أو المتين متر أو هاي الأرقام تسمعوها مش المقصود فيها مساحة الضار الفعلية هي مساحة الضار تشمل الخدمات وشو تشمل الخدمات يعني لأفرد أنا عندي عمارة فيها شقتين فيها بيت درج مساحته خلينا نحكي معدل عشرين متر ومع أسانسير كمان خمسة متر هاي 25 متر هادول أو 26 متر نصهم لهاي الشقة ونصهم لهاي الشقة فهذا إحنا منيكي عن مية وخمسين متر هاي راح من 13-15 متر من مساحة الشقة خدمات يعني هاي المقطة مهمة يعني هاي بتطلع أقل نعم هلا هدا هم هما مامنا نيكي إنه المقاولين بيخدعو الناس لا دوائر الترخيص عنا للشقة هيك بترخص يعني تقول لك هادا الخدمات تابع للشقة فبالتالي يزعو من الشقة لكن الناس في حساباتها إنه أنا مية وخمسين أو متين متر إنه هاي الخدمات مش منها لا هي منها النقطة التانية إنه الناس كمان بتنسى إنه في برندات مرات تكون في هاي الشقة وهاي البرندات كمان بتتخذ يعني بروح ذهن الناس فقط للمنطقة المغلقة سواء كانت غرف نوم أو مطابق أو حمامات أو أعداد وبالتالي إنه يروح ذهنها فعلا للمنطقة اللي هي بدها تسكن فيها هل هاي المنطقة فعلا هي بتدور عليها ولا لا؟ وهذا الحكي بربطنا في النصيحة اللي لازم تروح لحدة همدسة مختص فيه دافئ إنه بحقق رابتها الشغلة التانية إحنا بننصح يعني وكتير مش شواي إنه يعني مزبوط إحنا بنشتري الشقة مشطبة يعني في كتير تسمعون إنه الشقة عملين الحمامات وعملين بس بيقدر نشتري هاي الشقة بشرط التشطيب يعني من قبل ما تتشطب بمعنى إنه إحنا بنقادر من التصاميم نفسها أه يعني في حالتين إن إحنا ديال لأنه حالة في ناس بتسمع إنه شارين على الخارطة هلأ في ناس بتحبذهاش إحنا من أنا شخصين بحبذها ليش؟ إنه بقدر ساعتها الشخصية يجي عنا ونقول له بتقدر تتغير هاي الحيطة الموقع هون لموقع هون بتحصل على تقطيع أفضل للدار لأنه بصراحة المقاولين بحاولوا يقطعوا بطريقة توفرها حالهم مش تفيد صاحب البيت وبالتالي إحنا بنقدر ننصحه قبل ما تسكن هذا البيت يمكن إعادة صياغة التقطيع واللي أهم مرحلة بتتم من قبل ما ينبنى هذا البيت وإذا بنى هذا البيت وكان في حالة العدم برضو يمكن تجاوز هاي المشكلة لأنه لسه الحطان ما نحطت الداخلية ولا توزعت مساحات الضار وبالتالي ممكن مثلا نوسع المطبخ على حساب الصالون ممكن إنه نوسع حمام حساب حمام بتسير الإمكانية موجودة بين إيدينا في عملية التقطيع لكن إذا كان مشطاب ومقطع وجاهز بنحط إحنا في الزاوية الصعبة أنه يعني لازم نأقلم البيت بما يتناسب مع هذا التقطيع تب يعني إذا أجا خلينا نفرد الحالة التانية اللي هي أجا الضق الشرة ومشت البيت ومخلص إنتو كيف ممكن تتعامل وتقول له لأ يعني تأقلموهم هم للصاحبين الشقة أو صاحبين المنزل تأقلموهم إنتو حساب ما إنتو بدكم كيف إنتو شايفين هلا بصراح هنا هون صعبتنا يعني كثير من مجهة صعوبة لأنه زي ما حكتلك أنه الناس بتكون طموحها عالي كثير يعني زي ما بحكوها العين بصيرة والإيضاء صير يعني مش بالزابطة معنا عم تزبط في بعض الأجزاء مثلا مرات بتلاقي أنه غرفة النوم زبطت زي ما بدهم وزيادة لكن المطبخ لا يعني كثيرا نمتواجهنا كثيرا صراحة المشكلة في المطابخ يعني أو الصفرة تحديدا مطبخ صفرة الحمامات أكتر بتواجهنا لسه من غرفة النوم غرفة النوم بتواجهنا أكتر إش المشكلة لأنه الناس بتحب الووكين كلوزيت وبجوز حنا طلعنا بحلقة سابقة وحكينا عنها هزا بتذكروا والووكين كلوزيت كتير إلها همية وبتحل مشكلة كتير في البيوت خاصة للستات بصراحة لأنه كان معين من الملابس كان معين فبطلبوا منه أن ياريت تقدروا تزبرونا محل بس ما ما بزبط فما ما بزبط هي بيوت أصلا يعني مش مصممة أنه تكون الأواعد تكون داخلية ومش بخزانة معينة بس ما بزبط يعني أنه فهون بتخطروح تتطر لتروح للخزانة تكون كمان هي مناسبة من جوة تصميمها توسع كل الأواعد تكون واسعة ومريحة واللي هو صعب يلا اللي هو صعب صعب جدا هلا إحنا شو اللي بصير لأنه يعني ما بزبط أنا غرفة خزانة خلينا نحكي في الأمطار في لغتنا محيطها تسعة متر أنا أقلم هذه المساحة بثنين ونص متر يعني من تسعة متر لثنين ونص متر نحكي عن أقل من التلت فعمليا أنه الشخص اللي حطتت في راسه ثلاثين من هاي المساحة بده يخسروا كتير منيح هنا وأعرفش إذا إحنا ما نطلع يعني هاي ستايل الحمامات بصراحة القادة تيجيينها في هاي السنة هلين وقف عصوك الظوورة ليس تصميمنا هاي خلينا نحكي بوضوح حي الناس اللي بتطباحها تكون عندها هادي بتوزبطاش أساسا هليني قتل استوديو الحمام يعني هلا أنا أعكي لك شو قحكونا الناس لا بس هم عم حق والله يعني هلا بناس تيجي تتحكي لأنه أنا مش بحاجة لحمام ضيوف بس بنا نوقف عكو الصورة بس عفوا إذا بننجح لحمامات نقول لكم شو اللي بصير بنا بين حوار مع الناس والناس هدا يعني سمعاء يعني الحوار اللي بحك أنويه يكين فيه سمعاء الناس هلا مثلا الناس بده هجاكووزي بدرجة وبده هخزاني يعني هذا الحمام نحكي عادين عن معدل ثلاث متر في ثلاث متر و نص حل تكلفته أصلا مبينة عالية هلأ التكلفة عالية، هلأ خلينا نحكي ديالا بعيدا عن التكلفة، موضوع تكلفة موضوع تاني، بس أنا لما بتيجي تقول لي أنا نفسي في هيك حمام مميح، وأنا بيقول لك هذا بده مثلا من 3 متر ونصف في 4 متر، يعني هو أكبر من غرفة نوم تقريباً، لا، إذا أن تجي، طبعاً ناس تقول لي أنا شو حاشت لها حمام الضيوف، مثلاً شو حاشت لها تكون هل أدى الصالون مساحته، تمام، إذا أنت بتضحف حمام الضيوف في الصالون إذا أنت مقتنع أنه أنت حابب أنه يكون هذا مساحته أكبر من الأشياء الثانية، وإنت برتاح، فليكن، لكن إذا كانت هي مقطع وجهزة، فهون دخلنا في خيار تاني أنه نضطر نهد عشان نقدر نحل أو نعطر الرغبة تعتزبونه، وبالتالي الهدد، عملية الهدد، أولاً مكلفة، يعني فيه كوست، زائد أنه يعني راح تطول عملية التشطيب، خاصة لما بكونوا أزواج، بكونوا مستعجلين ومربطين في موعدين، تعرفوا يعني كيف، وبالتالي صعب، فيعني إحنا دائماً منقول إنه مدام معكم الوقت إنكم تدوروا ودوروا على الشقة، ووفروا جزء من هذا الوقت إنكم تستشيروا حدا خبير، ويفيدكم، وبفيدكم يعني، ده يعني بقى ما بحكي لزباني، اللي دافع من 150 إلى 250 ألف دولار، يعني بإمكانه يدفع 2000 دولار، ويأخذ الشقة الصح، لأنه لما يستشير الشخص الصح يعني إحنا عارف كيف يعني كيف يعني كيف من الباحث يروح على الطبيب بالاختصاصي، بدال ما يضلوا عاني من المرض أشهر ويدفع لي أدوية، لا يروح بجوزية لعدة واحد أو عشرة شكل يعني ويحل المشكلة، وإحنا نفس الإشي يعني أنت بدال ما تدفع كل هاي التكاليف على اعتبار السمعة والصيط، أو أن العمارة موقعها منيح، أو أن صحاب العمارة بيشتغلوا منيح، أنت رح لخبير وريح رأسك، يعني هون الأنوان الصح، وبتأخذ النتيجة الصح، طب ليش نتعب حالنا كل هذا التعب يعني، وبالآخر ما نأخذ البنائية، سامو بتفضل يعني أنه مثلا النصيحة تانية للمشاهدين، إنه مثلا هم يختاروا كيف حبين يكونوا التصاميم الداخلية للمنزل قبل ما يختاروا المنزل نفسه، يعني مثلا أكون عارفة كيف بدي الحمام يكون، كيف القعدة بدا تكون، كيف المطبخ دي يكون، ونجمع صور لكل إشي حب هذا، بعدين أتوجه للمستشار أو الشخص المصمم، إنه إذا هذا الشيء اللي أنا بديه يوزبط على هذا البيت ولا لا، يعني يفضل إنهم ينقوا الإشي الداخلي قبل ما ينقوا، هو أصلا الناس لحالها صارت مع التطور التكنولوجيا، هناك كثير مواقع حاطة تصاميم، يعني بجوز أنت بتشوفه كمان، يعني تصاميم غرف نوم، وحمامات، وأعدات، وحضائق، وإشي موجودة مواقع كثير قاعدة بتحط، فالناس صفت أصلا هي، ليش بقولك جاي وحاطة في طموحها أصلا هذا الحكي، يعني إحنا تجينا الناس، وجاي بفعلا زي ما بتحكي يعني أنه نفسنا بهيك مطبخ، نفسنا فيك حمامات، نفسنا فيك عادات آخره، يعني اللي بتكي فيه صحيح مئة بالمئة، هو موجود وجاهز صفة عند الناس، يعني الناس قبل ما بتشتري السكنة، صارت متخيل غرفتها النوم، ومتخيل، ولكن فلانهم إي عش ما تطابقوا، نعم، وهاي مهم بتعملية التطابق بدها الخبير، هون بيجو دورنا، يعني نو بزبوت أو بزبوت شذا الحكي، يعني نلاقي الحال الثاني، أنه إحنا شارينا البيت، نرجع للنقطة الأولانية، وما أنا عندي، ما عندي هذا الطموح، أو ما عندي طموح معين لصور معينة، بس جيب المهندس، هو يصمم من البيت، آه طبعا، هذا الأفضل الحال الثاني، أنه بدلاًا أنا، أنت تصعب تتخنعهم، تقول لهم هيك، وتكلفة، ومش تكلفة، ويتغلبوا بكتير شغلات، أنه لا، أنه إنت تجيب، يعني شاروا البيت، يذهب إلى المهندس، هو يقول لهم هيك، أفضل هيك، أفضل هيك، أفضل، طبعا، هلأ ما هو، إحنا، عندما تقول لنا، أنه هذا البيت، هيك تصميمة، يعني، بهاي، يعني، خلينا نحكي، مش أنه الشكل أو اللون، نحن نحكي، نحن نحكي على الديزاين، على الأبعاد، أنه بيجيك مطبخ هيك، بيجيك غرفة نوم هيك، يعني، هذا البيت، بلزمو هيك، يعني أنا، روحت على ثلاثة مهندسين، ما زبطت معي، تقول لهم، روحت على عشرة، مش روح يزبط معك، هاي الدار، بيزبطش معها غير هيك، يعني، مش الموضوع أنه، ما في إيدنا عصاية سحرية، ينضرب، نوسح الدار، ما بيزبط، يعني، بيزبط أغير اللون، طبع المطبخ بدان مهو أبيض، يصير أحمر، التخط، الفرشة، الألوان، التراشل، الوالبيبر، كل هذا بتدخل فيه، وبغير من ملامحه، وبعطي البعد الفني تابعه، لكن ما بقدر أنا، مثلاً، غرفة نوم، بيزبط فيها، تاخت أبعاده، أقدر أحط أبعاده أكبر، أو خزاني أكبر، ما بزبط، يعني، الشكل نلعب فيه، فهون بصفي إنه، زي ما أحكيت ديالة، لأنه، في نهاية المطاف، إنه هذا المنزل، بزبط معه هيك، لأنه صار شري، لكن هذا، هنا بصوراً، بقولنا, المهندسون، نوع من الحسراء، أنه، نفسنا نلبي لهم رغبتهم، يعني، يكون دلن، نحن شعوره، أنه، يرىت لو قدرنا نلبي لهم الرغبة، لكن لا تترى أفضل، طيب، ما على النصائح؟ النصائح الثاني، إنه نصح لتابعوني، النوع ثاني، يعني، المشكلة الحالي، في البلاد، أنا مهندس معماري وتصميم داخلي، فمن حق يحكي، المشكلة إحنا لما منصمم مبنى معمارية أو فيلة معمارية منصمم إحنا في شغلنا داخري وخارجي يعني منصمم مبنى من بره ومن جوه بكون عند زبون فكرة كاملة عن دار ومن بره ومن جوه فما منواجه مشكلة لكن قاعد بصير بره إنه في شكل معين خاصة يعني الناس منك ترادة بتطلع عميركا بتروع دوباي بتروع عالخليج بتعجبها دار بتصورها وبإدي زهاية دار ببوظبتش هلأ هو خلينا نحكي بوظبت خلينا يعني نمشي في هاي المقطة ونقول بوظبت يعني هو باللوجك بوظبتش بس خلص خلينا نقول بوظبت لكن عمليا الناس اللي بتصور الدور وزاي انتو بتعرفوا الكل بصورها من بره يعني هو ما شاه في الدار كيف من جوه هلأ الناس اللي بيعيش في أميركا وبيعيش في الخليج ثقافتهم وفكرهم بيختلف عننا وحاجاتهم تختلف عننا يعني وبالتالي لما منيجي منوظف هاي الفيلة هون وبنيجي نشتغل على أساسها فبتلاقي مثلا بعض الواجهات عطيكي مثال بتكون الواجهة بأكملها أزاز تمام واجهة بأكملها أزاز ومنحكي احنا خلينا نحكي عن حالة غرفة عن حالة مطبخ بلاش غرفة نوب طب أنا لما عندي واجهة كأكملها أزاز والواجهة التانية فيها شاب بيك عمليا فيش مطبخ فحيح والواجهة التالتة مفتوحة على قاعدة طول المطبخ هاي تثبت الحالة على قاعدة قبالها برندة مثلا يعني فهم بيكونوا حابين هون المطبخ طب ويمتدي أحط المطبخ فبالتالي يعني انت فاهم علي انه عمليا شكل الدور خاصة في الخليج بيكونوا عاملين مثلا جزء معين هوا المطبخ وهم بسكونوا في محل تاني يعني اتقافتهم تخلف عن اتقافتهم فما بيثبوت ما بيثبوتش قاعد نجيب هذا الفكر عنا نحطه هيك زكي انه كان فضائي ما بيثبوت فهون انا بحكي للمهندسين المعماريين ولاصحاب الفيلال انه لازم تتوجهوا المهندسين التصميم الداخلي بره اللي يشتغلوا مع بعض يعني ما بيثبت نقول الفيلال بتجنن هي محلها من بره من جوه مش عارفين خط مطبخ صحيح يعني كتير بمرات بشوف فيلال بتجنن ما شاء الله من بره ولكن من جوه تقطيحها وتصميمها غلق سيئ نحنا عادين ندخل على فيلال منلاقي درج طليع له ضار يعني درج داخلي لف وبجنن يا محلها وطلع له ضار الغرف حوالي مزع طريقة مزعجة والمطبخ بش عارفن نصمموا فيها لكن من بره جميلة طب يعني انا مش ساكن في الشارع مش عايد انا في الشارع حاط التختي بطلع ضار انا اعاد جوه ضار بطلع الشارع وبالتالي يزم كون جوه ضار مهم جدا يعني شكرا لك اسامع على كل هذي المصائح اكيد في صدفات تاني وفي مواضيع تاني اكيد نطرحها لهون مشاهدين نكون وصلنا لنهاية هذه الفقرة ننتقل الى فاصل ونستكمل باقي محطاتنا لهذا الصباح اشتركوا في القناة